اشتركوا في القناة السلام عليكم اهليم فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث عن اخبار الايفون فالنبدأ كبداية الاخبار ستكون كلها عن الكاميرات الكاميرات الجديدة التي ستنظف الايفون لكن نتحدث عن الأشياء التي ستكون كلها من الاخبار وكلها من الإشاعات إشاعات هل يسألني تحت شبانات إشاعات هل هذا حقيقي أو لا؟ هل هذا إشاعه؟ هذا على الأخبار وعلى التسيربات التي تظهر يعني حيانا تظهر التسيربات قبل تغيرها عادي كلها خطط وكلها إلى الآن ما صارت 100% كبداية الكل يعرف وسوت فيديو ان الايفون الجديد اللي هو تولف وعائلته كلها يمكن تتأخر نعرف المؤتمر سيكون في سبتمبر لكن يمكن يتأخر اصدار الايفون يكون مثلا في نوفمبر أو ديسمبر طبعا هالأبل صوت الحركة سوت الحركة في الايفون 10 قبل ثلاث سنوات الايفون 10 أعلنت عن قبل في المؤتمر في سبتمبر ونزل مع الايفون 8 والايت بلس لكن الايفون 8 والايت بلس نزله في نفس الوقت بعد المؤتمر بسبوع الايفون 10 نزل في نوفمبر فانتظرنا في شهرين قصد يعني ما ينزل فالآن يمكن يساول هذه الحركة ليش؟ بسبب كورونا بسبب الأشياء كلها بعض الأخبار طلعت قالت ان الايفون لا ما راح يتأخر والأخبار الآن ما راح يتأخر وبهذا السبب هناك سبب سبب التكلم عن الفيديو اللي راح ان الموزعين الموردين الى الان ما بمشتغلين في كل مكان يعني في قطاع مثلا من ريابان تأتي في قطاع مثلا من ماليزيا فبعض الشركات الى الان ما شتغلت وبرضو ان الأخبار تقول لك ان الايفون الى الان ابل ما صوت البرتوتيب او الجهاز التجريبي حقها ليش؟ لان فيه اشخاص يشتغلون عند ابل لازم يسافرون وفي مي يعني بعد شهرين بعد نهاية رمضان هو الوقت او الشهر اللي راح قبل تحدد اي جهاز عندها بردوتيبات كثار ويكون موجودين عندها في المصنع او الشركة حقتها في كاليفورنيا هذا الاصل يعني والشهر خمسة هذا الشهر اللي تغرر اي جهاز راح يخترونا من الاشكال اللي موجودة عندهم وبعدها بشهر يكون مؤتمر لحق الايوس لحق المطورين لحق الانظمة كلها وبعدها بلد الشهور في سبتمبر يعني عن الجهاز لكن الان يقول لك قبل اصلا ما حددت الجهاز قبل ما بقدر تروح حق الصين عشان تشوف الاجهزة هناك وتشوف كل شيء لانا تخيل شخص امريكا او شركة امريكا والصناعة حقتها في الصين والصين احين نشوف المشاكل الموجودة هناك وامريكا مناعة السفر ودخلوا الصين فلازم يجبون الاجهزة يعني او ان يروحون هناك يشوفون الانتاج يشوفون كل شيء شخصيا يروحون يعني ما بلازم ارصالها لاجهزة وماتجزة فالان هذا الخبر القوي الخبر الثاني لان فيه خبر معارض لبرضو فنفس الوقت يمشون مع بعض يطلع دل الخبر يطلع دل الخبر يطلع دل الخبر يطلع دل الخبر خبر الثاني يقول لك يطلع دل الخبر بوجهة نظري اشوف اني ممكن تتأخر لكن اذا حلت الازمة بعد شهر او شهرين يمكن ما يتأخر فالان مسألة وقت راح نعرف بعد هذا الشهور مثلا راح نعرف 100% هل راح تأخر ما ما يتأخر فنرجع لكم حين عن التسيربات كلها وعن الأشياء اللي طلعت برضو عن الكاميرات اللي قلتكم عنها كاميرات الامامية ما تكلمنا عنها اشاعة قوية ان النوتش اللي قدام راح يتكانسل ما راح يصغر راح يتكانسل برضو اشاعة يمكن يصغر يمكن يتكانسل لكن اشاعة قوية يقول ان يمكن راح يتكانسل اشاعة قوية مستعدة نضع التكنولوجيا الجديدة لان مدى الكاميرا وان تذهب يعني يمكن تضع البصمة لكن البصمة ما بعجبتني هنا او محب البصمة خصوصاً بتاعت الشاشة لماذا؟ لان اعجبني الفيس اي دي الخصوصية مثلاً جاني شعار والجهاز مسكر يطلع علي الشعار بس ما اقدر اقراه لما اطلع فيه لطلعت فيه يطلع الشعار ذلك الحركة ما تصير بالبصمة لان البصمة خصوص بفتح الجهاز فالحركة عجبتني ان اوكي جاش عارف اي مكان ما احد يقدر يقرأ لما انا احط وجي عشان نقرأ هذه اللي عجبتني هذا اول شي يعني فالبصمة ما دي وحطها المهم نرجح للكاميرات الخلفية الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات نفسها ونشوف كاميرات الليدار اللي انزلت على ايباد الجديد الليدار هذه تعطيني شوي يعني وضوحة تعطيني شوي بثال ان الكاميرا اللي رح تنزل الرابعة في الايفون هي الكاميرا وتكلمت عنها من قبل ان الكاميرا ما رح تكون كاميرا انك تصور فيها فالليدار هذه يتوقع السنسر السنسر هذا باختصار هو الحق الـ AR الواقع المعزز انك ترفع الكاميرا وتشوف الاشخاص وتشوف الاشياء مثلا تلعب لعبة بالكاميرا في الواقع اللي عم تتعايش فيه بس يعني تجيب ألعاب فيه تعلمت شلون بوكيمون في الـ AR برضو وفيه ألعاب كثيرة AR في الـ App Store لكن قبل شد حيلها من أربع سنوات ممكن على الـ AR والتي بيتعدل وحطت قطعة حين عشان ذي الشيء فتوقع هذا القطعة او هذا السنسر رح ينزل في الايفون الجديد وبرضو رح نعرف او عرفنا وتكلمت التسريبات اللي راحت ان الايفونات احجاب مرح تتغير هذا عندي حين حجمين هذا الـ 10S يعتبر مثلا الـ 11 Pro وهذا 11 Pro Max هذا الجهازين بينهم جهاز اللي هو الـ 10R مثلا او الـ 11 فالأحجام ما في فرق مثل ما يشوف الأحجام مبديك الأحجام اللي فيه فرق كبير فأبل أخبار جديدة ان الايفون الوسطي اللي هو الرخيص طبعا رح يكونون اثنين وتكلمت عنهم في جهات تقدرون تروح تشوفونهم فالوسطي اللي هو رح يكون الرخيص اللي هو الـ 6 و هصله 1 رح يتم نفسه و رح يكون جهزين واحد يمكن رخيص واحد غالي اما الايفون الصغير رح يصغر اكثر هذا حلو يعني تخيل ان بعض الاشخاص شمون دل الجهاز كبير و انا عارف هاشخاص شمونه كبير فهذا الحلو رح يصغر فراح يكون فيه مساف فيه فرق فتخيل الحجم رح يكون كده مثلا فيه واحد في الوسط وبرضو الكبير رح يكبر اكثر فاللي حبو لنا جزر كبيرة رح ينزل جهاز اكبر بستنسون بيشترون على طول واللي حبو لنا جزر صغيرة رح ينزل جهاز اصغر فبرضو بستنسون واللي يابي في الوسط مع انها دماء فيه فرق بينه وبين الوسطي فاوكي تابيذ الفر موجود في الوسطي يعني الرقي موجود وبيكون نسختين مثلا كبير وصغير وبرضو فيه خبر ثاني الخبر الثاني اهو انه فيه ميزات رح تكون في الايفون الماكس او الايفون الكبير ما رح تنزل في الايفونات الثاني حتى البروز صغير هذا حركة رح ترجع ابل نفس الايفونات الغديمة السفن والسفين بلس لايت لايت بلس ذاك فيه كاميرتين وهذا كاميرا فابل نكم ترجع على الحركة وبرضو الحركة ان الكاميرات هذي كلها رح تكون فيه ميزة جديدة اسمها سنسر شفت امج استباليزيشن فاستباليزيشن او الاو اي اس الاو اي اس كان امج استباليزيشن يعني اختصار لها او انه مانع اهتزاز ميكنيكي مش صوفت وير بعض الشركات او من الزمان كان في صوفتير يعني انك تصور فيديو تشوف الكاميرا ما تهتز من السوفتير السوفتير يعدل عليها يعني ان تطورنا نزلنا او نزلوا قطعة فنفس الكاميرا ما تشوف لونك تهتز وانتامشي تشوف الكاميرا نفسها بحركة خفيفة ما تتحرك اللي يحبون سيارات يعرفون حركة مرسلس وذيلي يقول لك المطباط نفس الحركة يعني المثال يعني فهذه الحركة وبعض الشركات قبل سنة سنتين قاموا دمجوهم مع بعض حطولك الماتهتز او قطعة ميكانيكية داخل الكاميرا ما تهتز وبرضو حطولك السوفت وير ابل احين رح تحط الحركة دي في سنسر رح يكون فيه سنسر داخل ويسوي ذلك الحركة فاذا حطت الحركة رح تكون ابل تجيب لك مانع اعتزاز لحق تلك الكاميرات الكل يعرف احين فيه مانع اعتزاز لحق الكاميرا العادية وكاميرا 2x اما الكاميرا الارثا وايد او الكبيرة ما فيها مانع اعتزاز الارثا وايد ابل بليز شاولوكم حل وغيروها ما بعجبتني ابدا تصويق برا في الشمس او في الاضاءة الحلوة ممتاز لكن دخل البيت ما بعجبتني فهذه الميزة لحق السنسر وتكون مثلا لحق الكاميرات كلهم رح تجي لبس لحق هاز الكبير فالجهاز الكبير رح ياخد الميزة الجهاز الثاني ما رح تاخد الميزة وبرضو فيه اشاعة ان الكاميرات رح تكون 64 ميجابيكسل فيه اخبار ثانية بعد تقولك ان الكاميرا تكون 100 ميجابيكسل ولكن ما توقع ما بعجبتني لا تروح هنا ابل هناك يعني انا ما بمية ميجابيكسل ولا يتصور ما يطلع واجهة وانا مشوش او ما يسوي فوكس فهمتوها انت الحركة فتمنى 64 وكي حلوة خلوها 64 خلوها يعني كبروها شوي لكن ما نبي رقم نبي وضوح شي جديد معاني انا خلاص مليت من الكاميرات مليت من التغنيل ما بي شركة بس تروح نفس الجودي بس بكاميرا ما بي شي يحطونا لكن اذا السلطة بتحطون للشي يحطوه لكن خلونا نشوف يعني ما نبي الرقم نبي نبهر بأداة ما نبي رقم نبي كاميرا ممتازة فاذا حطوا ال 64 ميجابيكسل يمكن يكون عندهم خيار ان يخلونا 2x يكون مثلا 5x لانا تعرفوا ان كل ما يكبر البكسل كل ما يصير التقريب افضل ممكن تكتبوا للبيكسل او تحط مثلا لنس زيادة او عدسات زيادة في التقريب تسير منها 5x خاصة ما رح تفقد شي حتى لو تتزوم مثلا لو في ال 64 فراح البكسلات تكون اكثر بكسلات فما رح تخترب الكاميرا وبرضو السنسر بإشاعات والاخبار الكبيرة ان السنسر 64 ميجابيكسل سيكون اكبر فنشوف الحساسة من الكاميرا اذا كبر رح يكون شي ملحوظ اذا ابل قالت بيكبر بيكبر يعني لو تطلعوا من الكاميرات الغديمة لو اجب لكم 3G وال2G شوفوا السنسر حقها كيف صغير ما تبين الكاميرا فمثل ما نشوف السنسر الحق الايفون الثو جي او حجم الكاميرا مثل ما نشوف فكل ما تكبر يكون افضل وابو الحب حب قبرتها فحين لو بصور بدي الجوال رح تشوف الاضاءة قليلة لان العدسة صغيرة فما تاخذ اضاءة كبيرة هنا شو كبروه هنا بشكل ملحوظ لو بتشوفون 2G او 3G مع الفورس شوفوا كيف الحجم تغير هنا نقول 5 او 5C برضه تغير كبر وهنا 6 او الان اشخاص يستخدمونها كل ما يصبح اكبر سنسر رح يكون افضل فالابتشر يمكن يصقرونها ما ادري الى الان فتخيلوا حين الفرق بين هذا الجهاز خلنا غارنا مع هذا شوف الكاميرات كيف تفرق او حجم الكاميرا سوف اضع لكم صور واضحة فهذا الاخبار يمكن ان يتأخر يمكن ان ينزل في نوفمبر يمكن ان ينزل في اكتوبر يمكن ان يتأخر انا اتوقع ان يتأخر هذا السباب لكن هناك اخبار او اشخاص ثانية يقولون ان لا يتأخر او جاهز وكل شيء نرى كتبولي تحديدة لغات ما تنتظرون في الايفون الجديد بالنسبة لي انا شيء محبط ان الاشاعات كلها عن كاميرا طبعا تكلمنا عن اي فورتين وقدنا اشاعات حقاتها او انا خبرت له هذا الشيء اللي بشجعني حق الايفون فصلا 5 نانومتر تكلمنا عن 5 جي تكلمنا عن الشكل يمكن الشكل راح يكون نفس الايباد الجديد ايباد بروح او نفس الايفون 5 نشوف قدام ما يحدث نشوف الاحجام يعني الاحجام تختلف كاميرات افضل ان شاء الله كاميرات الوايد انجل نشوف لها حال يعدلونها بس فكتب لي تعمل تلغات ش اللي بتابون ان يكون في الايفون الجديد وبرضو هذا سنابي سنابي قمت اتفاعل فيه اللي الشرف انكم تضيفوني في اخبار جديدة واخبار قبل نزلها اتكلم يعني مع اشخاص الوقت تمسك في السناب وتتكلم وعلى طول اللي الان يعني اكتف سناب شات فتقدموا تتكلموني في سناب شات او شي اقدر رد عليكم فالسؤال في سناب شات راح يكون ردة اسرع وتشوفوني العالم اللي جالس فيها مش الاشياء عمي كيف نروح ونيجي والاخبار وحيانا نتكلم عن اخبار حصرية تكون هناك في سناب شات ما طلعها في اليوتيوب لانا في بعض الاخبار تصير صغيرة لكن مهمة وصعب اني اطلعها سوي الفيديو لها فكلها في سناب شات بس لأفنائة الفيديو تنسوني اشترك بالغناة نشر المقطع وعمل ليك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني فضل داعاتكم السلام عليكم